اشتركوا في القناة بعد سبع سنوات بالتأكيد هناك تغييرات كثيرة حصلت في البلاد يعني 17 فبراير كان تغيير الاشكالية منها من يعتبرنا 17 فبراير هي دولة أو مؤسسة أو كذا والآخري لا هي عبارة عن حدث وانتهي بالنسبة للإخفاقات اللي نشوف فيها إخفاق كبير هي الحروب التي كلفتنا الكثير من الخسائر البشرية المادية الأضار التي لحقت بهذا البلد نتيجة هذه الحروب هو نجاح واحد أننا وبإمكانيات بسيطة جدا جدا استطاع الشباب أن يقضوا على نظام استمره لأربع عقود النجاح الوحيد اللي شوفته في ليبيا هو العملية الانتخابية يعني بعد 17-2 والباقي يعني نشوفيك الغالبية يعني إخفاقات السنتين الأولات بعد تورة فبراير وضحها أحسن عليه من السنوات اللي بعدها البلاد اليوم تواجه عديد التحديات تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية الغالبية شكرا